دعني أخبرك ببساطة عن أبرز ما يدور في ذهنك حول ما يسمى بالعملات المشفرة أولاً ما هي العملات المشفرة؟ هي عملات لا ورقية ولا معدنية ولا مركزية لا تتحكم فيها دولة ولا بنك مركزي استخراج هذه العملة أو إنشاءها يتم من خلال ما يسمى بالتعدين الإلكتروني وهو عبارة عن عمليات حسابية معقدة وخوارزميات صعبة جداً تنتجها العديد من أجهزة الكمبيوتر يتم التداول على هذه العملات من خلال منصات إلكترونية ولكن هذه المعاملات الإلكترونية كثيراً ما تتسم بالمخاطرة فكيف تتم حماية هذه العملات وتتم حماية أموالي من خلال نظام تشفير يسمى بلوكتشين هذا النظام يصعب على المخترقين الدخول إليه وسرقة ما به من أموال أو معاملات القيمة السوقية للعملات المشفرة في الوقت الحالي تزيد عن تريليوني دولار حتى وقت تسجيل هذه الحلقة وضع تحت هذه الكلمة مئة خط حتى وقت تسجيل هذه الحلقة وسأقول لك لاحقاً لذلك بين ليلة وضحاها تظهر المئات والمئات من العملات المشفرة ووصل عدد العملات المشفرة إلى ما يقرب العشرة آلاف عملة مشفرة يتم التداول عليها بحسب موقع كوين ماركت كاين فما هو أبرز هذه العملات؟ أولاً البيتكوين حيث يستحوذ على 40% من إجمال القيم السوقية للعملات المشفرة ووصل سعره حتى تسجيل هذه الحلقة إلى 45 ألف دولار للعملة الواحدة ثانياً إيثريم يبلغ سعر هذه العملة 3500 دولار وتحتل المركز الثاني من حيث القيم السوقية ثلاثة طاينينس ووصل سعرها إلى 529 دولار رابعاً عملة كاردانو صاحبة المركز الرابع في القيم السوقية بالنسبة لسوق العملات المشفرة ووصل سعرها إلى أعلى من 2 دولار و13 سنتا وأخيراً الدوجكوين وسعرها يقدر بأقل من 50 سنتاً حتى هذه اللحظة طيب من هم الداعمين للاستثمار في هذه العملات المشفرة؟ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وهو الملياردير الأمريكي آلين ماسك ثانياً جاك دورسي مؤسس موقع تويتر ليس الأفراد فحسبهم الذين يدعمون هذه العملات المشفرة والاستثمار فيها وإنما أيضاً هناك بعض الشركات التي قررت التعامل من خلال عملة البيتكوين مثل ماستر كارد وبيبال السؤال المهم الآن هل الاستثمار في هذه العملات آمن؟ بالعودة إلى الكلمة التي ذكرتها لك منذ قليل حتى هذه اللحظة هذه الكلمة تعني أن هناك تقلبات حادة وحادة جداً في سوق هذه العملات وربما مجرد تغريدة أو كلمة من أحد المؤثرين حول هذه العملات تحول مسار ممتلكاتك صعوداً أو هبوطاً الحكومات بشكل عام يا صديقي حول العالم لم تعترف حتى الآن بيئة تعاملات بالعملات المشفرة بل إنها تحذر منها نظراً للتقلب في أسعارها وعدم معرفة توجهها ومن أين تأتي وأين تتوجه هذه المعاملات وهذه الأموال هناك أيضاً بعض التحذيرات فيما تعلق بأن هناك معاملات مشبوهة تتم من خلال منصات تداول هذه العملات حيث تخضع منصة باينينز وهي الأكبر في تداول العملات المشفرة حول العالم حالياً تخضع لها التحقيقات في وزارة العدل الأمريكية بتهمة الانخراط في أعمال مشبوهة وتمرير أموال بغرض الأعمال الإجرامية في عام 2019 تجاوزت الـ 750 مليون دولار كما أنها متهمة أيضاً بتهمة غسل الأموال إذن بعد كل ما سمعته عن العملات المشفرة هل لديك استعداد للاستثمار في هذه المخاطرة؟ أم أنك تفضل الاستثمار الأكثر أماناً وربما الأقل ربحاً؟ ترجمة نانسي قنقر